رأس المعدة أبرزه باقترابات المعدة والأجهاد والنظام الغذائي السيء ومتلازمة القولون العصبي أو مرضي للاضطرابات الهضميات أو سرطان القولون أسباب عديدة وراء ألم رأس المعدة أبرزه باقترابات المعدة والأجهاد والنظام الغذائي السيء ومتلازمة القولون العصبي أو مرضي للاضطرابات الهضميات أو سرطان القولون على الجانب الأخر قد تسبب اضطرابات المعدة أيضا التشنجات والقيء والانتفاخ وعسر الهضم والإمسك والإسهال أو الغثيان ليصبح من المستحيل تقريبا تحملها للقيام بالمهام اليومية يمكن بسهولة علاج ألم رأس المعدة في البيت إذا كنت تعاني من مشاكل مستمرة أو ألم أو ظهور مفاجئا لأعراض حدى فيعد العلاج الطبي هو دائما أفضل خيار لك في حين أنه من الجيد للالتزام بخطة نظامك الغذائي خلال هذا الوقت إليك بعض العلاجات المنزليات التي يمكن أن تساعد بالفعل في تهديئات معدتك أهم العلاجات المنزليات لألم رأس المعدة في البيت واحد النعناع استخدم المنفول الموجود في أوراق النعناع كمسكن طبيعي للؤلم لعلاج مشاكل المعدة لعدة قرون لذا جربيه وتناوليه في الشاي أو مضخ عليك أو مصر حلوى النعناع أيضا لعدة قرون استخدم زيت النعناع لعلاج أمراض الجهاز الهدموي يحتوي زيت النعناع على أنشطة مضادة للميكروبات وللغلتها بنت وكلها قد تساعد في علاج اضطرابات الأمعاء يمكن لزيت النعناع أن يخفف من تقلصات العضلات المؤلمة على طول أنبوب الطعام إثنان خير حمض التفاح على الرغم من أن طعمه ليس لذيذب مفرده إلا أنه يمكن تناول ملعقة كبيرة منه لتحييد اضطراب المعدة جربي خلطه بكوب من الماء وملعقة صغيرة من العسل قد تساعد الأحماض الموجودة بداخل في تقليل هضم النشا والحفاظ على صحة البكتيريا في الأمعاء ثلاثة الزنجبيل يستخدم الزنجبيل منذ العصور القديمة للمساعدة في علاج الأم المعدة لأن الزنجبيل مضاد طبيعي لليلتها بنت ويمكن تناوله بأشكال مختلفة على شكل حلوى أو كوبسولات أو شاي إلى أنه يبقى جذر الزنجبيل الطازج هو الأفضل عند البحث عن التخلص من آلام المعدة أربع شاي الباباونج يعرف الباباونج لفترة طويلة على أنه مهدي ويساعد على النوم ولكن يمكن أن يعمل أيضا كمضاد لليلتها بنت والذي يمكن أن يساعد عضلات المعدة على الاسترخاء وتقليل إلى ما تشنجات لذا جربيه قبل الذهاب إلى النوم خمسة ناول الماء على مدار اليوم نفقد الماء من خلال التعرق وتنفس والهضم من الضروري تعويض الماء الذي نفقده لمنع الجفاف والحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة يمكن أن يسبب الجفاف الانتفاخ بسبب اختلال توازن الكهارل ويمكن أن يوقف الهضم ويسبب الامسك والأم وإدطرابات المعدة ستا ممارسة الرياضة يمكن أن يكون المشي والركوب الدرجات واليوغى التي تتمدد باطف مع التنفس العميق مفيدة عند التعامل مع الأم المعدة أيضا أحرصي على تجنب المشروبات الغازيات التي تحتوي على الكافيين لأن الكافيين يمكن أن يجعل اضطراب معدتك أسوأ تعمل الكربونات من المشروبات الغازيات على تضخم المعدة مع زيادة ضغطها الداخلي يؤدي الجمع بين الضغط العالي وتأثيرات الكافيين إلى زيادة احتماليات ارتداد الحمض أيضا جربي وضع وسادة تفؤى أو منشفة صاخنة على بطنك يمكن أن تساعد الحرارة على إرخاء العضلات وتخفيف التقلصات قد يساعدك أيضا لاتستحمام بماء صاخن مع أملاح أبسوم سبعة الزبادي يمكن أن تكون منتجات الألبان ضارة لإضطراب المعدة ولكن وعاء من الزبادي العادي يمكن أن يكون له تأثير معاكس تماما لأنه يساعد على عدد البكتيريا الجيدة في أمعاؤك مما يساعد على الهضم ويقلل من الشعور بعدم راحة بالانتفاخ أطعمة تجعل الضراب المعدة أسوأ بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام المعدة المزمنة يكونون أكثر حساسية تجاه بعض الأطعمة أو المشروبات الغازيات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تؤدي المشروبات الغازيات إلى التفاقم أعراض ارتداد الحمض بسبب محتوى الكافيين منتجات الألبان يجب على المرضى الذين يعانون من عدم تحمل لأكتوز تجنب منتجات الألبان الأطعمة الغنيات بتوابل الأفراط في تناول التوابل يمكن أن يزعج معدتك مما يؤدي إلى الإمسك أو الإسهال الأطعمة المقلية الأطعمة المقلية غنيات بدهون المشبعة والتي تستغرق وقتا أطول لتتحلل في المعدة وتبطأ عملية الهضم مسكنات الألم يمكن أن يزيد الأيب وبروفنا والأصبرين والمضادات الحيوية من الشعور بالغافيان قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القرون العصبي في تجنب بعض الأطعمة التي تزيد من انتفاخ البطن وخاصة الفصولية والبقوليات والبصل والكرفس والهليون والقرنبيت وزبيب والمشمش والخوخ والبرقوق والقمح والمعجنات والخبز متى تزويرين الطبيب في النهاية يجب لانتباه إلى أنه لا تعتبر الأم المعدة دائما علامة على أنك بحاجة إلى توجه إلى الطبيب ولكن عندما يستمر لأكثر من بضع ساعات ويقترن بأعراض مثل الدم في البراز أو نزيف المستقيم أو الشحوب أو فقدان الوزن أو صعوبة البلع أو أسفرار العينين أو الغافيان الشديد أو القيء فمن الأفضل؟ زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن فيمكن أن تشير مشاكل المعدة المستمرة إلى مشكلة أكثر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة